لكن خلينا نبدأ بالمرحلة الأولى كرة القدم وإزاي لعبت كرة قدم والحياة كتعابلة إزاي في الأول يعني طبعاً أنت عارف الزمان ما كانش زي دلوقتي دلوقتي كل الأبهات والأمهات وراء ولادهم عايزين محمد صلاح عايزين كله ولادهم يلعبوا كرة وإحنا دلوقتي كده يعني أنا برضو مع آدم وكده ومامته بس طبعاً الزمان ما كانش كده كان يعني الواحد هو كان بيحب الكرة وكده بس كانش المسندة من الأهل بالشكل القوي يعني طبعاً أنا بدأت في ناشئيني الأهلي أو براعة من الأهلي يعني ما يفعش أقول ناشئين براعة من الأهلي كم سنة؟ كان عندي 11 سنة سنة 81 رايح مع أحد أصدقائي من المعادي رايح لاختبارات وأنا روحت معاه واختبرت ما كنتش مخطط لها يعني أنا روحت اختبرت كان بقى مرحوم الله يرحمه جميل قوي كابت المصطفى حسين كان أبو الأشبال آه لا رحمه فكان هو اللي بيعمل اختبرات كان بيجيب شمسية ويقعد في التتش ويعمل اختبرات لأعداد مهولة كان هو عم جمعة الله يرحمه طول عمرها فيها أعداد كتير ناشاء الاختبرات الادلال آه في عداد كبيرة وكان هو بيعمل اختبرات لوحده كده آه هو اللي بيعمل اختبرات وكان يعني 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 كانت ساقبة يعني بعد خمس دقايق سبع دقايق يعمل تأسيمة سبع ضد سبع كده ويختار أوب تعال انت تعال انت تعال انت آه شوال بعد شوية كده راح مصفر تعال يا شوال انت آه تمنين وقتلو من المعادي آه قالك جيب مستخرج من شهادة الميلاد وستة صور عاجات القديمة دي آه فأنا مش فاهم ايه مستخرج من شهادة الميلاد وستة صور قلت له حاضر آه ومشيت حطيت القميس ومشيت بس روحت بقى روحت البابا اللي ارحمه كان عندي 11 سنة آه وروحت روحت 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 اختبرت في النادي وكده وقالولي هات مستخرج من شهادة الميلاد وستة هو المستخرج ده ايه آه بس فالناس اجابهولي كنا في الصيف قالك ايه الاول الوالد قال لي احنا معند احنا معنداش حد يا ابني لعب كورة ايه الكورة دي يا ابني هتلعب كورة ايه ايه الكورة دي يا ابني هم فيش حاجة اسمها تلعب كورة آه فالتلقى بابا انا روحت لدناتي الاهلي وانا اختبرته ونكاحته وبتاع آه وما كانش روح علاقة بالكورة ما كانش بحب بالكورة لا مش ما بيحبش الكورة بس مش قوي يعني فيه ناس كانت اهلوية آه لا بابا ايا كان الله ارحمه كان عوضو مجلس ادارة في شركة شرق التأمين كانت احدى الشرقات التأمين دلوقتي خلاص بقى اختفت دلوقتي شركة مصر والشرق للتأمين آه هو كان آه ساعتها في شرق التأمين وكان يعني ايه الكورة دي انت كان شغل اكتر آه انت تنجح ودراسة وتخش كله يتهندسة كان قال لي انت لازل تخش كله يتهندسة آه لازم يعني هو المستهبى المرسوم آه مش بمص مش بيديك آه بس طبعا هو قال لي سابني في الصيف قال لك ايه تشغل في الصيف مش مشكلة بس طبعا وبعدين يا شاء بقى العليم القدير ان انا ايه أفضل ماشي